بعد هذه الجولة ملابسات الحادثة يعني خلال 48 ساعة الماضية حصلت اعتداءات طفيفة على ثلاث مطاعم في جانب الرصافة في بغداد على الفور الأجهزة الأمنية باشرة بإجراءاتها ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم وتم تحديد آخرين حاليا الإجراءات مستمرة أمن العاصمة بغداد خط أحمر هاي مصالح اقتصادية تمثل حياة ورفاهية الناس وبالتالي لنسمح بأي شكل من الأشكال اعتداء عليها اليوم السيد وزير الداخلية حضر بنفسه وتم إعادة فتح المطاعم الثلاثة الآن باشرة بأعمالها وإعادة بزاورة أعمالها أيضا اتخذت إجراءات قانونية صارمة بحق أمراء القوة الماسكة عفاهم من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق وحجزهم شهر وتشكيل مجلس تحقيقي وإجراءات كاملة بحق القوة الماسكة وإي خلل في أي مكان آخر ستكون هناك إجراءات راضعة وصلتم إلى خيوة مفقد شكلتوا لجهة تحقيقات جارية وحال اكتبال التحقيقات سهلنا عندك